سيد عميد المعهد اللي يحكينا عليه هو مهم جدا نحن من هلولين يقولنا راو يلزم نسمعوا اعلامهم ويزم نقرأوا البحوث متاحهم يزم نحاولوا نفهموا فياش قاعدين يخموا وعن عماذا يتحدثون يقولوا حزب الله لدي عشرات صواريخ الدقيقة من نوع فاتح مية وعشرة مخزون اخر يضم مئات الصواريخ الدقيقة قصيرة المدى صواريخ الكروز صواريخ ارض جو بالاضافة الى الطائرات من دون طيار يقولون بان المقامة اللبنانية دخلت منذ فترة طويلة في عصر الدقة وعندما يكون يقولهما الجمع بين الكم والنوع سيكون تحدي كبير يواجهه الكيين العدو هذا المخزون واحنا تحدثنا في ممكن ثلاثة اسابيع الاولى من هذه الحرب عن ضرب حماس وضرب كتائب عزدين القسام بصواريخ وقتها ضد الكيان تحدثنا عن القبة الحديدية قلنا بان هذه الصواريخ كانت في اطار كذلك حرب نفسية لكن هل من الممكن عسكريا انا نسأل انت ان يكون هذا الكم الكبير من الصواريخ اليومية التي ضربت القبة الحديدية اضعفت هذه القبة وجعلت من الكيين العدو ممكن فريسة او مرمى اسهل للصواريخ القادمة من مقاومة الطوق سيد عميد هل هذا الكل كان فيه استراتيجيا وكان فيها اه خطة واضحة ممنهجة المقاومة الفلسطينية تقوم بالاضعاف الضرب المتتالي ضربات متتالية بصاروخ وحيد واحنا انا وقتا نتفكر منيه السؤال لي قتلك انت فسرت انها يجب اكثر يظهر لي من ثلاثة مئة صاروخ حتى اه يعني ممكن نضرب القبة الحديدية قتلي هذا للحرب النفسية وللاضعاف بالضبط به هل كانت مرحلة جينا بعدها للمرحلة هذي هذي ايش معناها ضرب الكيين في الصميم خلينا نوضحه الامور انت سماحك اللحظت انا اه عمري ما نذكر انواع الاسلحة انا نقول بياسيني مئة خمسة وقت الابو عبيدة يقول بياسيني مئة خمسة وهو يقول مئة سبعة لا مش نقول لك اي لا لا هذي يزمها حنكة يزمها تفكير اللي قال فهمتني يعطي في اسماء الصواريخ يجي فهم عنده لما المقاومة الليبنانية تقول استعملت الصاروخ الفلاني وقتنا نتكلم اما توا انا نخليها ظلمة ما نقول له شنو ولا الجيش اليمني لما الجيش اليمني يقول يقول استهدفنا شوف سامحش يقول بالتبع من الكل مرة بالاسلحة المناسبة انا نقول بالاسلحة المناسبة ولن اعطيهم اي ليش لانهم سيذهبون الى الاصل الايراني ويعرفون ما هو نوعية الصاروخ وشنية خاصياته الفنية انا منعطيهمش الفرصة هذي انا نقول استهدفوا بالاسلحة المناسبة واستعملوا الصاروخ هذي هاي موصفاته لكن مش يقول لك شنوه ما نقول لك شنوه هذا عليش انا اتبعوا المحور المقاومة في كل ما يقولونه لما يعطوا اسم السلاح وانا نتكلم ورحتي اسم السلاح ما قالش نقول استهدفوهم بالاسلحة المناسبة كما تقول الغواصات نعرفها للغواصات اشنية بالضبط التوربيد نعرفه لكن انا نقول لعلى خاصياته وعلى اسمه ما نقولش نقول اسلحة مناسبة ولهنا ذكرتني بموضوع اخر سيد العميد اليوم كذلك المقاومة الفلسطينية كتائب القسامة في بياناتها ابو عبيدة في اخر تصريح لي لم يذكر انواع الاسلحة قال استهدفناهم بالاسلحة المناسبة خطف المسلحة جديدة في اللول كنا نتحدث عن النوعية بدقة نعم وقت يقتلك هو يقول مية وخمسة نعرفه مية وخمسة نعرفه هل هو يعني لاربي جي محسن لا كيف كيف المية وسبعة كيف كيف تندوم تندوم الكورنت اذا كاسلاح معناها جبناها مبرد مش متاع نحن مش مصنع عنه لكن غير الكلم هذا لما يقول اسلحة مناسبة اراه يحكي لها شيء جديد او يحكي لها اسلحة يحبش يقوله مفاشئته مربع ما زلت انتظر خاطر راود القائد المحنك عنده دائما ما يسمى بي لا ريزيرف يعني عندي انا يعني احتياط مخبيه لوقت الحاجة والاحتياط هذا يجب يكون اقوى من الموجود اذا هذي تكتيك عسكري وبنسبة للمقاومة اللبنانية نكملك الجواب انا متأكد المقاومة اللبنانية عندها اليوم بمعناها اسلحة قادرة لتقتيت فلسطين المحتلب كلها ولاشباع مش القبة حديدية يعني انا متأكد اليوم اليوم اللي يتجرأ فيه الكيان الصغيونية علاش هما يحسب يختوى اه كادهم مش يدخل للحدود اللبنانية هاي مفتوحة على ميتين وعشتين كيلو متر لكن يحسب الف حساب لانه ما يعرفش شنو اللي بش يصير غدوة ما يعرف لا يعرف معناها ماداة قوة رغم لي ثم تلميحات متع ميتين الف صاروخ ونوعية صواريخ لكن انا متأكد قال له ساحق بكل شي وان مر الوقت يا سماح الا وتطورت الاسحة لانه احنا تكنولوجيا ناخذ فيها من دولنا عظمى نعم محمر القامة نتكلم ونطورها واصبحوا الكل قادرين على تطوير الاسحة يعني هناك المزيد ام نحن في مرحلة التطوير احنا في مرحلة التطوير لانه ناخذ تكنولوجيا وهناك اسلحة موجودة ولم تستعمل بعد متبهد حال لانه اي قائد محنك العمره ما يجيه يحط البيضان وكل في نفس السلة هو ش يعمل يقصد مجوده هذا هو ما يسمى في الحرب تقصيد المجود على مراحل واتباع المراحل هذا هو القائد المحنك كما قلت لك دائما يترك لنفسه احتياتي حياتي احتيات اللي ممكن يستعمله يعني في اخر لحظة لقلب موازين المعرك وانا ما رأيته الى حد الان خمسة اشهر رأيت من الحنكة العسكرية من القائد العسكري للمقاومة معناها بما يكفي نقول انا متأكد اني لحظه اتباع العلم العسكري من البداية الى اليوم العلم العسكري بيح ذافيره وطبق كل تقنية قتال الشوارع ونجحها في ذلك نجاحا بها لانا هتكلم عن 1200 دبابة ومزنجرة تم تحتيمها اللي معناها يعني القتل اللي صار لصهاينة لا صار مع جوش عربية ولا صار لهم في تاريخهم اصلا اذا بهذا المكون الصغير البسيط قام بهذا كل تفهم المعادلة اذا راه اليوم اللي بشي يحب يعمل يعني اكل البلان يعني بشي يقول نتيجة الحرب يزمي حط كل شي يعني كل شي حطه في البيزان سيد العميد يجي ان شاء الله نحكيه على نتيجة الحرب عندما نتحدث عن الاسلحة نتحدث عن سوق الاسلحة في العالم اليوم ومن يملك هذه السوق ومن يسيطر على سوق السلاح سوق العادية رسمية وسوق سوداء كذلك سيد العميد يسيطر جزئيا على العالم الصين اليوم هي البلد الاول في تصنيع وبيع السلاح يعتك الصحة فالموضوع اللي جبت لان اليوم برك اليوم جاء خبير واشعل جميع نواقص الخطر جاب في التليفزيون الامريكي خبير امريكي اه امريكي وقال لما انا من كل من الاول يوم احذركم وقد واقع الفأس في الرأس جاب معناها مخطط الصين اليوم قدرتها تصنيعية اليومية توك توعادل معناها مجهود الحربي في الصناعة الحربية التسعة دول اللي وراها كل امريكا وفرانسا وبريطانيا والمانيا الكل هم بعضهم معناها فاتتهم الصين فقط يعني ايش معناها هذي قدرتها على التصنيع يعني مش قدرتها لا لا مجهود الحربي الصناعة الحقيقية يعني طيران تخرج فيه المدفعية تخرج فيها الدبابات تخرج فيها يوميا نتكلم فيك المجهود الحربي هدايا فيق التسعة دول اللي وراها الكل بما فيهم امريكا وهذا اليوم شعر نواقص خطر قلته لهي في غزة ولهي في اوكرانيا شوفوا الخطر الاكبرون هو بوتين من جنبل اخر يتحدى ويعني احتل يعني مدينة كبرى ادفيفكا في يعني شمال شسمة ومزال ماشي القديم والصين اللي اخترها هو ونوعية السلاح سماح نوعية السلاح هذا هو سؤالي خطر مزال بضع دقائق نوعية السلاح وثمن السلاح نعم نعم مهم هذا باش نعطيك فكرة مدفع امريكي ما يوزيه او خير منه من مدفع اه صيني اقل منه بعشرة مرات عشرة مرات يعني هذي رو مش جي في اسرار رو موجود في في كتب ثم كتب كويد كامل في الاسلحة واسعار الاسلحة في العالم ومن اقتناء ولاية الدولة اللي شريت عشرة مرات اقل منه معناها شوفوا انت الصناعة شكوه مشي شري منين بشي شري تاو هو لو لاك الضغط رو على خيانك العرب بشي شري بسيف بشي جبروا لو لا كن رو عمشة وشيروا من الصين لانه اسلح الدبابة الاخيرة الروسية تفوق الدبابات الغرب كل واغم هذا فما كان الجزائر تشري تفوقهم دقة ورمية كلها تشري في الاموال اللي تدمروا في اوكرانيا تفوقهم دقة ورمية وثمنها عشرة مرات قتلك حتى السلاح الروسي اقل عشرة مرات الطيران ما زالوا ما عملوش صفاقات ما بيعوش اما البقية بيعو فيه يعني الرشش الصيني معروف بالسين القدرة اليوم التصنيعية قلت